السلام عليكم متابعين قناة الأدوات المنزلية عايزة أرحب بيكم بفيديو النهاردة طبعا فيديو النهاردة مميز كالعادة وحنشوف مع بعض من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة من أحدث الأدوات والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات والأجهزة الكهربائية اللي مفيش أي ست بيت تقدر أن يتستغنى عنهم وده لأن جميع المنتجات دي بتوفر علينا الوقت والجهد بحيث أن احنا نقدر نستفيد منهم في حاجات تانية وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في المطبخ أو في التلاجة أو في البيت بشكل عام فعايزةكم تكملوا معي الفيديو ده لنهايته وتشوفوا كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وخلال ما أنتو بتتفرجوا معايا على الفيديو لو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى أن ينتو تشجعوني وتشجعوا القناة بالضغط على زر اللايك ولو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده مع عجبتكم مش تقدروا ان انتو تضغطوا على زر الديسلايك ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونبتدي ان احنا نشرح كل المنتجات اللي موجودة معانا في الفيديو ونتعرف مع بعض ايه هي طرق استخدامها وازاي ان احنا نقدر نستفيد منها بداية كده عندنا المكنسة الكهربائية دي اللي انت تقدر يتنظفي وتشيلي بيها مختلف اشكال وانواع البقع اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على السجاد او على الكنب كده كمان تقدر ان انت تبدلي المية المتوسخة عندك بكل سهولة وتضيفي اي معطرات او مواد تنظيف انت بتحب تستخدميها هنا بقى عندنا القطعة الصغيرة دي اللي بتساعدك ان انت تخسلي مختلف الهدوم اللي بتبقى موجودة عندك سواء ملابس داخلية او مناطيل او تيشيرتات او امصان او اي حاجة تانية انت عايزها وتقدر ان انت تثبتيها عندك في الحوض بعد كده عندنا منظمات للرز او للدقيق او للسكر طبعا بتيجي عندك بكذا حجم مختلف واهم حاجة في المنظمات دي ان هي بيجي معها ادامة عيارية بتساعدك ان انت تعايري الكمية اللي انت عايزها من الحاجة اللي انت بنظمها في المنظمات دي سواء كانت دقيق او رز او بقليات بعد كده معانا المنظم ده او السندوق ده طبعا بيجي متثبت فيه فرشة بتساعدك ان انت تخسلي الفكهة او الخضار بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده معانا اداة التسبيت دي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تنظم عليها الشماعات اللي بتبقى موجودة عندك هنا بقى تعالي معايا علشان حتشوفي معايا مجموعة من ادوات التأشير او ادوات الفرم اللي تقدر ان انت تقشري وتفرومي بيها مختلف انواع الخضار والفكهة اللي بتبقى موجودة عندك وطبعا كل اداة من الادوات اللي حتشوفيها معايا دلوقتي بيجي معاها كذا جزء او كذا شكل من اشكال التقطيع والفرم تقدر ان انت تختاري الشكل اللي انت عايزة تفرومي او تقطعي بيه على حسب الحاجة اللي انت عايزة تستخدميها طبعا تقدر ان انت تقطعي بيه البطاطس او البصل او التوم او الخيار او الجذر او اي حاجة انت عايزها بس الاختلاف طبعا بيبقى بشكل الاداة ذات نفسها وتقدر طبعا ان انت تختاري الاداة المناسبة ليكي بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا المنظم اللي بيبقى عباره عن ثلاث رفوف تقدر ان انت تنظمي عليه الاجهزة الكهربائية او التوابل او الزيوت او مختلف لوازم المطبخ وهنا كمان برضو معانا منظم كل المنظمات اللي انت بتشوفيها معايا دي تقدر ان انت تثبتيها في المكان اللي انت عايزاه وتنظمي عليها مختلف لوازم المطبخ او لوازم الحمام او اللوازم الشخصية الخاصة بيكي زي الميكوب وفرش الميكوب او معجون الاسنان وفرش الاسنان وهنا حنشوف مع بعض عندنا منظمات التلاجة طبعا المنظمات دي تقدر ان انت تنظميها بالتلاجة او بالفريزر وتقدر ان انت تستخدميها بالمايكرويف طبعا تقدر تنظمي بها كذا حاجة زي الفراخ او اللحمة او الخضار او الفكهة وتقدر كمان ان انت تستخدميها بره التلاجة وتنظمي بيها البقوليات بعد كده عندنا الورق ده اللي هو بيبقى شبيه بورق الزبدة تقدر ان انت تستخدميه لما تشوي الفراخ او اللحمة اي حاجة تانية وهو مهمته انه هو بيساعدك ان الحلل بتاعتك تبضل نضيفه ما ينزلش فيها الزيت وتقدر كمان ان انت تلف بيه الساندويتشات بعد كده تعالي شوفي معايا منظم التوابل او منظم الملح طبعا زي ما انت شايفه طريقة استخدامه جميلة جدا يديكي كميات قليلة من التوابل او من الملح او من اي حاجة انت بنظموها به بعد كده عندنا المنظم الصغير ده تقدر ان انت تثبتيه عندك في قط النوم او في الصالة او في المطبخ او في الحمام وتستخدميه لتنظيم مختلف اللوازم اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا جهاز ازالة الوبر طبعا الجهاز ده ممكن تشحنيه عن طريق الكهرباء او عن طريق الحجارة وزي ما انت شايفه طبعا بيشلك كل الوبر اللي بيبقى موجودة عندك على الهدون بعد كده معانا منظم الماكرونة طبعا الماكرونة الاسباكتتي وتقدر كمان ان انت تنظمي به مختلف انواع الماكرونة التانية وتقدر كمان تنظمي به الرز او الدي او السكر او مختلف انواع البقليات بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظم الحمام ده طبعا تقدر ان انت تثبتيه بكل سولة عندك على الجدار وبعد كده تنظمي عليه مختلف لوازم الحمام سواء المناديل او الشامبوهات او الكريمات بعد كده حنشوف مع بعض عندنا اكياس لتنظيم الاحزاية زي ما انت شايفها الاحزاية دي متينة جدا وتقدر ان انت تستخدميها في الغسالة وتغسلي الاحزاية بيها وتقدر كمان تستخدميها في الاوقات اللي انت بتسافري بيها بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا الفرشة دي طبعا فيها جزء كده بيساعدك ان تضيفي مادة التنظيف اللي انت بتفضلي تستخدميها وبعد كده تنظفي الحوض او تقدر ان تتنظفي السجاد او الرخام او الاحزاية او اي حاجة تانية انت عايزها بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا اداة التنظيف دي طبعا هي بتبقى عبارة عن رول الرول ده بيبقى عليه مادة لسقة بتساعدك ان انت تشيلي كل الاوساخ والاتربة اللي بتبقى لازق عندك على السجاد او على الكنب او على السرير طبعا الرول ده هو رول ورق يعني كل ما تخلصي ورقة تقدر ان انت تشيليها وترجعها تنظفي بالورقة الجديدة والرول ده طبعا كل ما يخلص هتستبدليه برول جديد هنا بقى عندنا الشمعة دي اللي تقدر ان انت تتحكمي بيها علشان تنشر عليها الهدوم المختلفة وتقدر ان انت تنشر عليها الفواط الكبيرة او الفواط الصغيرة واحلى حاجة في الشمعة دي زي ما قلنا ان انت تقدر تتحكمي في الحجم بتاعها وهنا عندنا منظم البيض طبعا المنظم ده بياخد معاك تقريبا زي تلاتين بيضة وتقدر ان انت تنظميه جوة التلاجة او برا التلاجة وكمان بيجي معاها اداة كده بتساعدك ان تتعايري كمية البيض اللي فضل معاك في المنظم ده بعد كده حنشوف مع بعض عندنا التلاجة الميني الصغيرة دي بس التلاجة دي مش مخصصة للأكل التلاجة دي مخصصة للميكوب والعطور والكريمات والمسكات الخاصة بالبشرة طبعا بتشتغل عن طريق الكهرباء وتقدر ان انت تنظميها عندك على السراحة وغير كده ان حجمها كويس جدا وبتاخد معاك كمية كويسة من مختلف اللوازم الشخصية وبعدها كمان حنشوف مع بعض عندنا ادوات بتساعدنا على ان احنا نشيل الاطباق السخنة او الحلل السخنة باستخدام القطع اللي ظهره معانا دلوقتي في الفيديو بعد كده عندنا اداة التنظيف دي اللي بتبقى عبارة عن اسفنجة واشراطة في نفس الوقت بتقدر ان انت تنظفي بيها الشبابيك او المريات بكل سهولة هنا بقى عندنا مصفة للحوض طبعا المصفة ده طريقة تسبيته سهلة جدا وغير كده كمان تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه على حسب حجم الحوض عندك وتقدر ان انت تستخدميه لتصفية الكبيات او الاطباق او المعالق وتقدر كمان ان انت تصفي عليه الخضار والفكهة وبعد كده حنشوف عندنا شكل مختلف من اشكال المصافي اللي انت تقدر تثبتيها عندك على الحوض وتصفي عليها الموعين اللي بتبقى موجودة عندك او تستخدميها لغسل وتصفية الخضار او الفكهة بعد كده حنشوف مع بعض عندنا منظم للأكياس طبعا المنظم ده تقدر ان انت تثبتيه في اي مكان عندك في المطبخ وتنظم عليه مختلف الأكياس اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده حنشوف مع بعض عندنا ثلاث شماعات بتثبت عليهم كمية كويسة جدا من المشابك اللي تقدر إن انت تنشر عليها الشربات أو الملابس الداخلية وطبعا الشمعات دي تقدر إن انت تثبتيهم في أي مكان عندك في البيت وتتنشر عليهم أي حاجة إنت عايزة ومن ضمنهم زي ما قلنا الشربات أو الملابس الداخلية وتقدر كمάν إن انت تتحكم بالحجم بتاعها على حسب الحاجات اللي انت حتنشرها عليها بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا فرشة التنظيف دي طبعا زي ما انت شايفة طريقه تصميمها بتساعدك ان انت تنظفي كل الزوايا واي حتة موجودة عندك في البيت بكل سهولة وكمان بيجي معاها أشرطة بتساعدك ان انت تقشرطي وتنظفي كل المية والصابون وطبعا تقدري ان انت تستخدميها لتنظيف السجاد بأحجامه المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك هنا بقى تعالي معايا نشوف منظمات التلاجة طبعا بيبقى ليها كذا حجم مختلف وده لان الخضار والفاكهة عندنا برضو أحجامها بتبقى مختلفة فعايزة منظمات تتناسب مع شكلها وحجمها الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام لو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة تعرضت في الفيديو ده تقدروا ان انتوا تكتبوا لي بخينة التعليقات وأنا حرد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي نقدروا ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها أدوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها بكذا طريقة مختلفة وبتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت تهملي الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي إيه هي الحاجة اللي انت محتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ما انا تكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده بالوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لك على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه فبداية كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والأدوات دي عن طريق تطبيق على اكسبراس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها انها تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة لأسعار البضاعة فهي بتبقى متفاوتة يعني في عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكلف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية انما مثلا الشحن الامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخطط شوية او في دول بيبقى الشحن لها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا ان انتو تعتمدوها على حسب المكان اللي انتو متوجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحدلكم مشكلة تكاليف الشحن وهي صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كديرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتتفعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة او على حسب المكان اللي انتو موجودة به وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انتو موجودة في مصر او في الاردن ما عارفش بقى لو انتو مثلا في السعادية او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لا بس اللي عايز اقولهولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدر ان انت تكتبه في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعادية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو حساب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتو تشوفوه وتستفيدوا منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج منك جهد لغاية ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى ان هو يكتب لنا في خانة التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو تكون عجبكم وانه كل الادوات والمنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم لا تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بالضغط على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده معجبتكمش تقدرون انتوا تضغطوا على زر الدسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدرون انتوا كتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن نستنون ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة سبكم فرعاة الله اشتركوا في القناة